كثفت قوات الدعم السرية قصفها المدفعي باتجاه مدينة أمدرمان انتلاق من مدينة بحري حيث سقطت أكثر من 14 قذيفة في منطقة الشهناب الواقع غرب النيل شمالي أمدرمان وتسبب القصف المستمر في تعطين محاولات أهالي شمال بحري نقل بعض الإمدادات الغذائية عبر النيل من أمدرمان كما يقوم الأهالي بنقل المرضى إلى غرب النيل بالقوارب لتلقي العلاج وكشفت مصادر في بحري لسودان تريبيون عن نقل الدعم السريع أسلحة مدفعية من الخرطوم إلى بحري فيما يبدو أنها خطة جديدة لتكثيف القصف المدفعي على أمدرمان بعد سيطرة الجيش على أجزاء كبيرة منها قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن الأمطار والفيضانات عطلت أكثر من خمسين شحنة تحمل مساعدات غذائية لنصف مليون سودانية وإن السبيل السبل تقطعت بأكثر من خمسين شحنة تحمل أربعة ألاف وثمانمائة طن متري من المساعدات الغذائية تكفي لنحو خمسمائة ألف سودانية وأشار إلى أن هذه الشاحنات غير قادرة على التحرك إلى وجهتها النهائية بسبب الأمطار والفيضانات والطرق غير الصالحة للسير ودمرت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات الجسور الحيوية وقطعت طرق الإمداد في بعض الولايات مما يفاقم الوضع الإنساني المتردي بفعل النزاع المستمر وتقول الأمم المتحدة إن 143 ألف سوداني في 12 ولاية تأثروا بالأمطار والسيول والفيضانات فيما قتل خمسون شخصا ونزح 127 ألف آخرون من منازلهم جدد وزير الخارجية سوداني حسين عوض تمسك الحكومة بتنفيذ إعلان جدة كشرط أساسي للتوصل لاتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار وزير الخارجية السوداني وخلال كلمة له بمعهد الفكر والحضارة الإسلامية بكولا لنبور اتهمت دعم السريع بخرق إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وإيصال المساعدات مطالبا برد فعل دولي حاسم ورادع ضد حملات الدعم السريع لتجويع مناطق معينة في السودان هذا وأكد وزير الخارجية السوداني التزام الحكومة بحماية وتقديم المساعدات للمحتاجين كما استنكر الوزير السوداني تصوير التحدي الإنساني في بلاده على أنه يعتمد على ممر حدودي معين لإيصال المساعدات مشيرا إلى وجود خمسة ممرات حدودية مفتوحة وسبعة مطارات دولية جاهزة لتلقي المساعدات يبدأ اليوم وفد حكومي سوداني بالقاهرة محادثات مع مسؤولين مصريين وأمريكيين حول رؤية الحكومة لتنفيذ إعلان جدة بين الجيش والدعم السريع هذا وقال المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرلو إن المفاوضات مستمرة مع طرفي الصراع في السودان مضيفا أن العمل جار من أجل تسريع الجهود الرامية لإنقاذ أرواح السودانيين نحن نتفاوض كل يوم وكل ساعة مع قوات الدام السريع والجيش السوداني لا يزال وفد قوات الدام السريع هنا في جينيف وقد التقينا بهم كما نتواصل عبر الهاتف مع الجيش السوداني لتسريع الجهود الرامية لإنقاذ أرواح السودانيين نعتقد جميعا أنه ما زال هناك الكثير من العمل فيما يتعلق بوصول المساعدة الإنسانية كما قلت فإن إحدى أهم أولويتنا هذا الأسبوع هي فتح شرايين الإمداد الثلاثة طريق الدبا والمنفذ المركزي ومعبر أدري خاصة مع قدوم موسم الأمطار الذي سيؤدي لإغلاق الممرات الأخرى عبر الجنوب أو عبر معبر تينا كان هناك شعور بأن العالم سوف ينسى السودان في أغسطس وأعتقد أن مصلحتنا الجماعية كانت التأكد من أن العالم كان يقظا بشأن حجم المجاعة والعنف داخل السودان وعندما نتمكن من البدء في رؤية تلك النتائج مع فتح معبر أدري ليس مجرد إعلان فتح المعبر فحسب بل رؤية العديد من شاحنات المساعدات والأشياء الأخرى التي يمكن أن تتحرك غدا خصوصا مع وجود أكثر من أربعمائة ألف شخص يتدورون جوعا في مخيم زمزم فإن هذه هي الأمور التي ينبغي أن نبني عليها نقاشا من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني دكتور صباح الخير وأهلا بكمان على شاشة الحدث ما الذي يمكن أن تقدمه القاهرة والوفد الأمريكي اليوم لمحاولة ملاقات وجهات النظر بين طرفي الصراع في السودان الجيش والدعم السريع صباح الخير رونات صباح في تقديري الأجندة هذا الاجتماع واضحة جدا هي تتعلق بالتقديم رؤية الحكومة السودانية للآليات ومواقع وجداول تنفيذ اتفاق الجدة في 11 مايو 2023 الخاص بحماية المدنيين وكذلك لما مرات اللقاسة استنادنا على القول الإنساني الدولي وقول حق الإنسان وبالتالي في تقديرها أن أهم ملمح ليمكن أن يحدث تقدم هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في تقدير راجعت استراتياتها تجاه الوقع في السودان وبالتالي أصبحت مستعدة للتعامل مع وجود سلطة طبيعة شرعية في السودان واشنطن كانت تظلت تدعامل مع هذا الأمر باعتبار أن هناك نزاع مسلح بين فرصيالين عسكرين ووضع في الاحتبار أن هناك وجود لدولة سودانية وبالتالي كانت هذه الحداثة كلها تستهدف وجود الدولة بالتالي الاحتراف بهذه الشرعية التقديري هي مدخل مهم جدا للتعامل مع هذه القضية أيضا واشنطن اعتقد راجعت استراتياتها نتيجة مخشة أن يؤدي الوضع في السودان إلى انزلاق أو انهيار الدولة السودانية وهذه فيها مخاطر استراتيية عن المصالح الأمريكية وكذلك على المنطقة مع الوضع في الاحتبار أيضا أن الضغوط المتزائدة على الحقبة السودانية غد تضطرها إلى اللجوء إلى تحالفات تؤثر على الأمن القومي الاستراتي الأمريكي خاصة في تزل الاتصالات الآن مع روسيا وكذلك مع إيران طيب انوفر اليوم الوسطة آلية لتنفيذ مخرجات منبر جدة هل معنى ذلك أن الوفد الحكومي السوداني سيعود إلى جينيف دكتور خالد؟ لا أعتقد لا أعتقد الواضح جدا بالنسبة للحكومة السودانية أن مسار جدة هو الوحيد الذي مستعد للمواصلة فيه مسار جينيف كان انحرافا في تقبير السلطات السودانية على ما تم الاتفاق عليه فيه جدة لأنها كانت تعتبر أنه كانت محاولة لتغيير طبيعة الرعاية المشتركة الأمريكية السعودية من جهة وكذلك الأجندة وبالتالي لن يكون هناك عودة إلى جينيف ستظل هذه ربما يمكن تسميها التفاوض الافتراضي عن طريق البوركسي كما يقول المبعوث الأمريكي توماس بريو وبالتالي لا أعتقد أن هناك إمكانية العودة إلى جينيف ولكن سيظل المزألة الأساسية بالحكومة السودانية الآن هي كيف يمكن تنفيذ انتفاق إعلان جدة طيب تصعيد الدعم السريع في أم درمان وتواعده يوم أمس بالمزيد خلال أيام المقبلة كيف يمكن أن يلقي بظلاله على الحراك السياسي الرامي الآن إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين من المهم يعني الإشارة إلى أن استهداف الدعم السريع هو ليس لأم درمان وإنما مواصل لسياساته السائبة في استهداف المدنيين بصورة واضحة جدا يعني هذه واحدة من أحد السلسلة اختراقات الدعم السريع لاتفاق جدا فيما تعلق بحماية المدنيين الذي يؤكد على ضرورة التفريق بين الأهداف العسكرية والعيال المدنية الآن القصف الذي تقوم به الدعم السريع لا يستهدف منشآت عسكرية أو مناطق عسكرية بينما هو واضح جدا يعني استهدف مستشفيات ومدارس وغير وهناك أيضا إدانة واضحة جدا للأمريكية لهذا السلوك وهذا حقيقة أيضا يكشف أن قول الدعم السريع أنه مستعد للتوصل إلى تسوية سلمية وأنه موجود شجريف من أجل السلام يعني استمرار هذه الممارسة أكد أن الدعم السريع لم يغير حقيقة من طبيعة وسلوكه خلال الفترة الماضية وبالتالي يعني هذا واضح جدا يلقي المزيد من الإعباء على المجتمع الدولي حقيقة في التعامل بجدية أكثر مع استمرار الدعم السريع في انتهاكات انتزاماته حسب اتفاق جدا هل يمكن أن يحدث ذلك دكتور خالد وأن يضغط المجتمع الدولي أو على الأقل الجهات المشاركة في اجتماعات جينيف على الدعم السريع لإيقاف هذا التصعيد والتسهيل أو تسهير الوصول إلى اتفاق بينه وبين الجيش خاصة وأن وفد الدعم السريع ما يزال متواجد لليوم السادس في جينيف أعتقد هذه هي مزولة المجتمع الدولي أن لا يكتفي فقط بإلقاء اللوم على مشهول في استمرار هذه الحرب وبالتالي عندما يكون هناك انتهاكات واضحة لا يكفي فقط الإنشارة إليها أو إدانتها يجب أن يكون هناك موقف يؤدي حقيقة إلى إنزام الدعم السريع بعدم استهداف المدنيين وبالتالي ما لم يقوم المجتمع الدولي بهذه المزئولية بالتأكيد لن يكون هناك بيئة صالحة لأي عملية يعني التفاوض تكون منتجة